تام الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي روسيا بالضلوع فيما وصفه بإرهاب الطاقة بعدما تركت الضربات الروسية على البنى التحتية الحيوية ملايين السكان من دون كهرباء وقال زيلانسكي أن كهرباء انقطعت عن نحو 4.5 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد في حين أكد رئيس بلدية كييف أن 450 ألف شقة في العاصمة وحدها عانت من قطاع التيار الكهربائي من جراء القصف الروسي وينضم إليه من موسكو الأكاديمي والديبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتوزاف أستاذ فيتشيسلاف مرحبا بك معنا دعني أبدأ بداية مع اجتماعات الجي سيفن حاليا والموضوع الروسي الأوكراني على أولوية الأجندا المطروحة ومسألة تحديد سقف لأسعار النفط الروسي أولوية الأولويات الولستريت جورنال قبل قليل تعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق على معايير لتحديد هذا السقف بينما ريترز قالت أنه تم التوافق فيما يتعلق على تحديد سعر ثابت وليس على اعتماد سعر معوم ولكن في غضون شهر من الآن برأيك كيف ستتلقى روسيا هذا الموضوع كيف وهل سيؤثر عليها وعلى خطتها في أوكرانيا ليس شيئا جديدا في قرارات المجموعة السابعة الدول الغربية لماذا؟ لأن توحيد الجهود لمكافحة روسيا هذا أمر الذي نحن نشاهده من زمن طويل ولذلك أنا أعتبر أنه اجتماع هذا وتركز على ضرورة تأثير وتعبة الأمة لتغيير السعر الطاقة والبترول والغاز الذي تستفيد الروسيا من بيعها بغض النظر عن كل العقوبات وكل قطع التزويد بهذه المواد الطاقة إلى الدول الأوروبية ولكن هناك دول أخرى التي الآن روسيا تعمل جسور الاقتصادية مع صين الشعبية مع دول أخرى في جنوب روسيا حتى أفغانستان، باكستان والهند ولذلك أنا أتصور أن هذا الجهود لتركز أكثر وأكثر احكمام على أقوبات مشددة أكثر هذا ليست ناتجة من الضرورة تعمل شيئا أما هذا الدليل أنه فشل في تغيير أوضاع على الميدان على طرق الأقوبات الاقتصادية كان حتى هناك خلافات ما بين الدول الغربية ودول المجموعة والدول الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة وكان هناك نقاش على مدى تأثيرها على هذه الدول نفسها وعلى السوق العالمي بطبيعة الحالة لكن روسيا لن تتأثر بهذه المسائل خاصة فيما يتعلق بتحديد سعر ثابت وفيما يتعلق بشركات التأمين لتنقل هذا النفط عبر البحر والتي لم تكن قابلة وستخضع لهذه الشروط حتى لا تخضع للعقوبات يتهمون الروسيا أنها تستجع إلى سلاح الغاز لمكافة الدول الغربية وبين أن صورة مختلفة تماما أن قضية الغاز وقضية البترول قضية الطاقة بشكل عام تلجأ إليه دول غربية لكي تؤثر سياسيا على موقف الروسي هذا هو الأمر الواقع ولكن نحن نتساءل فيما بعد أن وين هي تلك المبادئ النزام الرسمالي التي تطلب التجارة الحرة والألقاء التبعية وين هناك منظمة العمل الدولية وكل هذه وسائل واضحة تماما أن هناك القرار الأمريكي الذي يفرض على الدول الغربية دول سابعة لا يأخذ القرار القرار يأخذ في واشنغتون وهذا الوجه في تناظر الأمريكي تنتشر وتحتال المواقف دول الصعبة الكبرى كما يسمونها لأن أنا شخصيا أعتبر أن هند والصين الشعبية ليش الدول الصغرى بأي حال من الأحوال ولذلك أنا أشاهد هنا الجهود مستمرة لمكافأة هذا صورة في الكفاح المسالح ومسالح قتصديا عشكريا وإعلاميا كذلك وطبعا كل شيء تحضر لنقطتين اليوم لتمانية شهر الجاري هذا انتخابات البرلمانية في أمريكا وكذلك 15-16 شهر الجاري لقاء في بالي وإندونيسيا حيث سيكون تحضر هذا اللقاء بايدن ورؤساء دول السبعة ولا أستسنى أنا وهناك دلائل أكثر وأكثر أنه بوتين كذلك تأتي إلى هذا اللقاء وسيكون ويجا لوجه اللقاء هؤلاء الناس بحضور الدول العشرين الأخرى هذا هي شراع الشياشي شكرا جزيلا لك عموما وضحت الفكرة فيتشيسلاف ماتوزاف الأكاديمي والديبلوماسي السابق من موسكو شكرا لك